حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين فقال مهلا تقول ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهان عن ذلك وقال قول بارك الله لاك وبارك عليك وبارك لاك فيها حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشمين فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا ذاكم قالوا فما نقول يا أبا يزيد قال قولوا بارك الله لاكم وبارك عليكم أن كذلك كنا نؤمر